سورة ثامنة اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج ملامح النهاردة في حلقتنا بنتكلم عن النهضة الرياضية في مركز ومدينة الطود شايفين اكتر من النشاط الرياضي بجد حق انجازات على ارض المدينة بنتكلم على الشخصيات القائمة على هذه الاعمال الرياضية بجد شخصيات مميزة ومتميزة بنتكلم على التكامل في هذه المدينة يمكن كانت لنا حلقة عن اهمية هذه المدينة وتاريخها وحضارتها واللي كلمنا فيه عن المكان باستفادة لكن كمان ان يتم الاهتمام بها من الناحية الرياضية زي ما فيه اهتمام بالناحية التعليمية ده اكيد شيء بيبقى جميل جدا مفيد لابنائنا الخادمين او الصغيرين اللي بكرة حيكبروا ممكن يبقوا ابطال تابعونا النهاردة مع حلقة جديدة متميزة من مركز ومدينة قطود تابعونا وكونوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بيكم شادينا مرة تانية زي ما قلت في البداية النهاردة بنتكلم عن النهضة الرياضية الموجودة في مركز ومدينة قطود وعشان كده حيكون لقاءنا اليوم مع كابتن اناس عبدالله مدرب فريق الكاراتي هنا في قطود اهلا بيكي كابتن اهلا بيكي وانا تحيز مني طبعا بدأت بي السيدات او السيدة يعني كابتن اناس علشان نقول اني كاراتي واناس حاجة غريبة انا نفسي او مرة يعني عملت مع مصارعات وعملت مع ناس قبل كده في المجالات الصعبة دي رياضيا لكن اني القورة دايما عندنا لها عددها وليها نظامها الخاصة اللي بتتمسك بي اني يجي حد يخترق هذا النظام يجي حد يقول لا انا ست وحضره بكاراتي والكاراتي رياضي ازاي يعني مش سهلة او عنيفة اناس خاريجي التربية رياضية قسم كاراتي صح؟ طبعا كده شوفت حد بيشتغل في المجال المتخرج منه وده نادرا ازاسا اكيد طبعا هل مثلا لقيت نفسك قبلو نتكلم عن ازاي تقدمتي في هذا المجال بتكلم اني اصح عن مني انت دخلت تربية رياضية ولا ايه مش مجموع حب بقى مش حب كان رأيي بابا ان انا ندخل تربية رياضية على اساس اني كان فيها عاجزة في المدارس وكده فالهو هنطلع نشتغل بقى شغل ابحس يا صديقي عن الشغل غير حاجة تانية اميش بالضبط كده انا جنتي 80% في السنوي وكان ممكن كنت عادة نتصق مثلا تربية اساس فلق بابا كان لي رأيي ندخل تربية رياضية وفي مجالات الشغل بتاعتها واسعة وكده بس ودخلت تربية رياضية نيجي لقسم بقى نيجي بقى لقسم الكراتي الموضوع كان صدفة صدفة بحتة تمام يلا بينا معانا لخصوص كراتي السن نادي فاحنا المفروض نتدرب فاوكي تمام ماشي اتدربنا كده سنة في التانية في التالتة كان معاي صحابي بس مفيش حد فيه انكمل خالص بس فلوكبتن ننزل شغل نشوف التدريب مش عارف ايه ماما لازم نروح لازم نتجرق شويه لازم مشكلة لو راحنا أم هات جميلة والله ام هات جميلة ماما باب هات جمالي بداعنا اول حاجة في النزل كانت في 2017 في شهر 6 بدانا التدريب كان معاي كبتن محمد جابر تدريب التدريب هو نتدرب واحدة واحدة مع الأطفال بعدين واحدة واحدة هو سبل المكان ورجع مكانه في لوكسور هو شغال في ند المدينة بعدين انا المسكت الفريق كنت في فوقت الكلية اللي هو بنزل مرة واحدة بس في الأسبوع فالتدريب كان بيبقى كل خميس وجمعة اللي هو الأيام بس بتاعت ان انا نزولي من الدراسة انت اساسا كنت متعلمة لعبة الكراسي؟ الكلية عموما يعني بناخد مثلا الاساسيات بس مش بنكمل في اللعبة نفسها فقلنا في تدريب خارجي اللي هو لا اتدربت الكراسي من سنة ولا كلية لحد ما وصلت لسنة تالتة كنت وصلت للحزام البني انا بصي يعني اساسا كل الامهات اللي في الدنيا اول حاجة الف بيب بنوديها نعلم من الودات كراسي تحسي عافز مش فاهم بس بغاد سنة معاين ونوقف لكن انت يمكن عشان دخلت الكلية بدأ دي تتدرابي في اولى كلية هو ده الغريب بالزبط فعلا يعني انا مثلا اهلي ما كانش عنديهم خالفها مثلا احنا صغيرين احنا نتضرب كراسي يعني انا بدأت تقول لكلية عشان المجال نفسه والله ربما يصدف شغل في الموضوع نفسه تبديني امارة بس انت دخلت كراسي بديت طول العرب اي حاجة يعني شكل معي بس فبعدين بدأت موضوع التدريب وكملتي فيه واستمرته كده فكرة باجة ان احنا نكمل في الكراسي ونستمر فيه ان احنا مثلا نحس الايال ان الكراسي ده مثلا مش مجرد تدريب صيفي اللي هو ثلاث شهور وخلاص لا ان احنا مثلا لا نكمل في المجال نفسه في بطولات اه مثلا بتاخد احزمة بنتقدم خطوة بخطوة في ناس بتوصل وفي ناس بتسافر احنا مثلا عندنا تقريبا تلب بنات من لوكسر بس دولها من الضبعية دول وصل لمنتخب مصر وحاليا مكملين فكرة ان الصعيد يطلع منهم بنات زي كده ويصل للمنتخب كانت فكرة صعبة شوية وفكرة ان المدربة تكون ست هو ده عدم طبعا ثقة هتبقى اليوم الدين في الست ممكن لا اكيد الراجل اشد واقوى واصعب اكيد اكيد كان الكابتن بتاعي اللي كان واجف معايا ويدربني كان بيقول لي الفارجة بتاعتي هنسميها طيور الجنة حيالي اللي بيجرب اول حاجة الاول مرة بينجح يعني دايما احنا بنعوز الحاجة الغريبة او البدايات دايما يعني انتي هتيجي بنات تانية تضرب كراتي لك بغيرك بس ممكن انا من نوع الاشخاص اللي ما بيحبش الاختلاف اصلا خالص مش بيحب اكون حد مختلف في حاجة معايا يا بنتي دي حاجة في الدم صدفة انا كنت حد مش اجتماعي خالص موضوع تطور مع انا بجيت اصلا حد اجتماعي عن الاول بس بعدين استمرنا وكده بس في ناس وصلوا معانا البطولات يعني في محمد سعيد هنا واخذ معانا الميدالية فضية في بطولات تنشطية بتاعت الجمهورية كنا في جينة من حوالي سنتين كده بعد حوار كورونا على طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كله ما في القناة حس كده كان يناس بالفخر لما انا من انشأت اول مدربة كراتي من السيدان كده اناس بالفخر لما انا بقى من انشأت اول مدربة كراتي من السيدان اطلعت على ايدي فريق في مركز ومدينة الطود انتي مختلفة انا حس ان انا عملت حاجة وخصوصا في البيت محسسيني بكده خالص يعني مثلا اخوات البنات انا اختي اناس خلاص بيعرفوا بكده الوحي ده باج اللي بتدرب كراتين تقريبا من لوكسور مفيش بنات لحد فان يعني المنطقة بتاعتنا كلها بالطود مفيش حد بيدرر مفيش بنت طب طب اني يثق فيك الاهالي هي دي المعجزة انا بقولك ست اهالي مكانش في ثقة في الاول عشان نبقى صريحين لا انا مكانش في ثقة انا لو ابنت هتدرب لا والنظرة بتاعتهم لا سيئة خالص بصراحة الوضح يطلعوا كده مفيز ضبط بعدين لما شوفوا النتيجة خلاص انا شايف ابني بيعرف يدفع عن نفسه ثقت في نفسه بجيء كبيرة بسبب التدريب لا خلاص انا بدأ واثق من نفسي هعرف لو حد ضربني هعرف ادافع هعرف ارد كويز فالثقة جات من هنا عملك مع الاولاد بقى بيب ازاي بيسمعوا كلامك ولا لا دايما البنت او ست لا احنين لو رحت اتأخرت واعتذرت له هتقبل ولا انت صارمة لا انا ما بحبش خالص ان انا ابجى حد صارم يعني صحابه افضل اوكي يعني احنا وقت الجد خلاص لا خلاص وقت الجد وفي نفس الوقت لابجى هزاروا وضحكوا صحبتهم ومش عارف اي ايه لو فيه مشكله نحكيها هنتكلم فيها لان السن ده بالذات اللي احنا بنتعامل معاه يعني بيطالب من المدارب ان يكون لغفلي شوية مع الاطفال ما يكونش باجى اللي هو اثار من انهم مش يحب التدريب عشان ما يتفض شويه ما يلجعش تاني كتيرة مسكت بالذات كانوا شباب طبعا كانت لا يعني كان التدريب يستمر شهر اثنين بيشتكوا من المعاملة المعاملة كانت اوبر شوية وبما انه بجى تدريب لعبة عنف ومش عارفة فيشدوا عليهم شوية فالموضوع مكانش قلطب حاجة فهم كملوا فيه لانه خلاص حسوا ان الموضوع لانه هدفع على نفسي فنفس الوقت المدارب مش هتعصب عليها هعملني مثلا بسلوب جاسي شوية مين ابرز الشباب اللي معانا هنا ايناس مين تقدر تقولي لا ده جاي بطل جاي بطلة قبل شديد الحديزة على البلدان اوك 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 ريتال اوك محمد سعيد سعد يعني اوك ممكن اقوله انهم كلهم ابطال بس مثلا في اللي هو لا اشدد على نفسه انا حب اللعبة اخر حاجة فلا اعيز اقدي فيها احنا بنقول لي كلمتين دول علشان اللي ما سمعوش اسمهم يشدوا على نفسهم باعشان يتقل اسمهم بعد انا وطول شغال معامل لا انا حمص بعض ومش معانا ان النهاردة مثلا ما اددتش كويس يبدأ نهاية العالم لا نحن نطور من بعض على مجال التدريب واحدة بواحدة نحن نبدأ أحسن يمكن عشان كده توجد لك فرصة نجد الناس بمجرد تخرجك يعني تقولي انا خديجة 2018 ما شاء الله اشتخذت لا فعلا فكرة ان انا بنت فكرة دي لعبة فعلا في موضوع خصوصا بقولك ان كان هناك ناس مش عارفاني اصلا بس كنا ان الفريق بنات كمان فيه بنات كنت بدربهم يعني كان عندي مثلا ناس 30 سنة و 31 سنة كنت شغالة معهم في فترة عشان المدربة بنت ف احنا عايزينها فكرة لسه كنت هقولك انتي اغلب الناس اللي بندربهم معاك بنات عشان انتي بنت لا لا فيه فيه ولاد بس انا كحكمة مثلا ان انا مش عارف ادرب حد مثلا اخذ ثلثة عددي في الولاد مش عارف اتعمل من بعد السن ده عشان انا بنت بس البنات باجا لا اقبار عادي وبيكمل ومفيش مشكلة ممكن اللي حاببي يلتحق بالكاراتيه في سنة هل ليها سنة معين عشان اللاعب او اللاعبة يستوعب اللعبة الكاراتيه ولا لا مفتوحة هو مبدئيا احنا بيبدأ معنا الكاراتيه التسجيل فيه من اربع سنين بس انا شخصيا بشوف ان اربع سنين سنة مش مناسب يعني لو بداعنا من خمسة بيكون الطفل اصلا استيعابه كبر شوية فالأربع سنين لما بيجي حد يجدم في الوقت ده بازد بقول له عن الحسابك ان فيه سنة كاملة ممكن تحس النتيجة مش اللي هي عشان هم ذات نفس استيعابه لسه مش مستوعب مثلا اللعبة نفسها انت الاب بيستعجل بقى انت الام مستعجله بظافة مستعجلين بقى نطلعهم من الشارع وفي نفس الوقت هيروح مكان كويس احسن منسيبهم من الشارع وخلاص سؤال تاني عشان اطلعت يابني هل بيساعد على زيادة العنف مش بكره الناس في الكاراتيه بتاتا لكن هل ممكن يغير فعلا والولد او البنت يتغير سلوكها ده في حالات خاصة في ناس اللي هم مصابين التوحد ده بيبجى بجد يعني بيعمل نتيجة سلبية معاهم لان انا شفته يعني كان في واحدة كان ابنة زي كده جابته تدريب كاراتيه وكان عنده توحد فكانت هنا دي كانت كارثة لانه اصلا عنيف فانتي بتودي لعبة عن نفتي بزيادة لكن مع الاطفال وكده طول ما في حد احنا بنهد احنا مثلا انت متعلم كاراتيه وبتعلم تدافع على نفسك ومتعلم تدرب بس مش بنستخدم الضرب كوسيلة اولية مثلا لو فيه مشكله احنا ما نجدمش الضرب ممكن نتفهم بالراحة بعدين مثلا ما فيش خلاص وسيلة تاني نروح نضرب لكن مش بنعنف يعني لا ما ينفعش ان احنا مثلا لعبة ورياضة زي كده ودفاع عن نفس معنف الطفل فيها ناس بحييكي ست بدعمك وبحيي البيت اللي هو ماما وبابا كل التحية اليوم اللي شجعوك ويوجهوك بطريقة صحيحة وانك ما شاء الله مش مفيش معاناة انك تزحمي وتحاول تلاقي مجلك كشغل ومصدر داخل لا ده هو جايلك لغاية عندك عشان بدأتي بدري عشان دايما ان عندي ممكن عشان هي صح البدء فادري كان لي تأثير استنيتي تخرجتي وبعدها هدورتي وبعدها لا بالظبط اخرجت المجال العاية بالظبط بتتأخر بسبب كده لو انا عايزة اخلص كلية وبعدين اشوف الدنيا بس ده بيكون كسل يعني بيكون كسل ان انا لا مش عايز اطور نفسي مفروض انا اقولها كلية خلاص دخلت طربي ريالية بالذات المجال اللي انت هتكملي فيه ومش عارف ايه واختر المجال اللي انا همشي فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى مع انا و مشادينا النهاردة いる من المدunu كابتن ايمن الطيري المدرب الفني باهدida الاكاديمهات الخاصه السلام بعد ذلك أفن نهاردة بنتكلم على تقدم مركز ومدينة الطود في النشاط الرياضي ككل وخاصة السباحة احنا عرفنا من الأهالي ومن الموجودين والمسؤولين أني فعلا فيه اهتمام بالأنشطة الرياضية وخصوصا تغير أفكار أولياء الأمور نحو تدريب أبنائهم بشكل مستمر في موضوع الرياضة وخصوصا السباحة والله عز أقول لحضرتك في البداية أني مجال الرياضة عامة في السعيد اختلف وفي الأقصر بالذات وفي مدينة الطود شيء ملحوظ جدا في جميع الرياضيات الرياضيات كرة قدم كراتي سباحة فيه كذا لعبة منتشرة جدا فيه اقتبا بصراحة أني فيه اقبال رهيب على مجال السباحة ومش مجرد هم عايزين يعلموا أولادهم سباحة وخلاص لا ده هو أغلب اللي بيجي عايز يكمل لابنه كمشروع بطولات بقا ويكمل في المجال لنهاية الطريق وبصراحة البطولة ترجع هنا لأولياء الأمور أكثر من الأولاد أنهم طبعا بيصرفوا على أولادهم وبيهتموا بيهم وبيلتزموا في مواعيد التمرين حتى لو كان التمرين معادهم متأخر أو بيطول عليهم أو بيصرفوا عليه فلوس في المواصلات والكلام ده ففعلا الوعي الثقافي لدى المواطنين في مدينة الطود أصبح مختلف تماما ما كانش في المعتقدات الزمنية دي دي غير حسنة خلي بالك يعني إحنا لما بدلا ما يبقى عندنا عودة الخواجب فإننا ما عندناش حاجة هنا وخصوصا أني الإمكانيات توفرت هو كان برضو جانب من الموضوع أني أنا عشان أن أقول ابني أوديه مدينة اللقصر علشان يعلمه سباحة طبعا مكلفة ومرهقة جدا لكن دلوقتي أصبح أن المكان موجود عنده هنا فتوافر الإمكانيات ودعم الدولة في شتى المجالات الرياضية أصبح بيسهل لهم الطريق جدا أن يشتركوا لأولادهم وأن يحفظ ابنه متاح لا وكمان يعني الكابتن كنا بنتكلم قبل التسجيل وبيقول أنا منحظي أنا عايزة دلية تبقى حرة على طول دا أكل عيشي فإحنا أساسا يعني بالرغم أن إحنا يعتبر شتاء يعني ولكن إحنا ما عندناش بفضل الله برضو شتاء للدرجة ما عندنا الجو بيميل دائما إلى ارتفاع درجات الحرارة أو الدفء في عز الشتاء فدي يمكن يعني إحنا داخلين على الشتاء ومعزك برضو لسه الدنيا حر والله هو حضرتك زي ما ذكرت يعني أنا بتمنى السنة كلها تبقى الصيف يعني عشان ما نبطلش الشغلة خالص وعلى شغل الولاد كلها تيجي تمرين السباحة بس سعيد أقولك على حاجة يعني في ناس بتقولك أجمل مصايف سعادة تقف الشتاء إن الشمس برضو بتدفق المياه وممكن يعني إحنا عايزين نضمن الناس كلها مش نضمن الناس اللي هي بتميلي الأجمل بس يعني والجو ابتدى يبقى ساعة طبعا أنا عندي فرق هنا داخل البطولة فبقوا ينقلوا لدهم لمديرة لوسر علشان حمام دافي أصبح الموضوع مرهق جدا بس تكمله طول الشتاء بالمنظر ده لحد ما كان عندنا الفريق الأول جاءت لجنة من اتحاد انتحنته واخده الستار وان وتو يعني أنا عندي فريق هنا انتحن في اتحاد السباحة واخد الستار وان وتو حاليا مكمل الطريق وأنشأت جيل تاني فريق تاني هيدخل على ستار وان يبقى ياخد النجمة الأولى من اتحاد مصر للسباحة ما أنا عايزة فهم السادة مشانين دلاتي يعني ايه ستار وان وستار تو وهل ده تقييم معين في رياضة السباحة انا احنا عندنا السباحة دياتي اربع أنواع كرول باك بريس دولفين السباح بيتعلم اول سباحتين بياخد النجمة الأولى من الاتحاد بيتيجي لجنة من اتحاد مصر للسباحة يمتحنوا ويقول تمام اخد ستار وان بعد كده يدخل على تو وثري وفور في نهاية الاسطارات الأربع اسطارات بيطلع له كرنيل سباح يقدر يشترك في أي بطولة على مستوى الجمهورية فبيشترك بقى في البطولات عن طريق الاسطارات اللي أخدها ما ينفعش السباح يطلع يتنقل من لا ما فيش لبطولة السباحة سواء جمهورية انا زي حاجة بمعتمد يعني بالزرط موسيقى احنا اولادنا كابتن عيمن اولادنا عندهم الطموح ان هم فعلا يتقدموا ويخودوا بطولات ويبقى فيه تنافس ومسابقات جدا 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 احنا عندنا الخامة بتاعت الطفل نفسها خامة جديدة بسبب الجو بسبب العوامل وسبب المسئوليات فعلا الخامات اللي عندنا خامات ممتازة للمجال فحضرتك لما الناس دي بعد مرور سنة سنتين خلاص تقدموا في السباحة فعلا فعلا هيفوقوا الوجه البحري تماما في السباحة عظمه قوي ناجف فعلا يعني لان هو توفرت عنده التدريب وتوفر عنده الخامة هو عنده الخامة وبيعمل وبيتدرب فيه يعني في جوه صعب فيه شمس فيه سخونة ومعندوش مشكلة خالص معندوش مشكلة ييجي من المدرسة ييجي التمرين غير بقى الولد اللي هو متربي اللي هو عادي ريح اربع ساعات لحد ما الشمس تختفي عشان يروح التمرين بالليل الشمس صديقت بالنوت شمس ومكملين في الشمس في البرد ييجي على طول فان شاء الله ان شاء الله بعد فترة من الزمن هتلاقي ان الصعيد اكتسح في مجال السباحة وحاليا اصبت حضوره فعلا انا من كام يوم كان عندي بطولة وديها في مدينة لاصر مع كذا اكاديمية من المدينة الحمد لله اني اولادي اكتسحوا المراكز اكتسحوا فعلا يعني فكنت مفصود بهم جدا واولياء الامور طبعا لان المجهود والانتاج شفته بعيني واولياء الامور بتبقى فرحانة ان هو طول فترة التعب مع ابنه وصل لنتيجة فبيضطر يكمل معه فان شاء الله بعد فترة وجيلة هتلاقي الصعيد عامة والأصر مهتم بالمجال السباحة جدا وده اللي احنا بنتكلم عنه كابتن ايمن احنا محرومين من حاجات كتير الصعيد مهمة والله مش تحيوزا ولا كلام علشان الكاميرا لا في بعض المجالات التي فتحت في عندنا بتساعد الاطفال ان هم ينموا مواهبهم في مجالات كتير جدا رياضية وفنية كل حاجة متاحة الا اللي عايز يعمل حضرتك اي حد عايز حاجة بيوصل لها الاميكانيات كلها توفرت الاستثمارات كمان فهاش حاجة نتكلم عن جانب الاستثماري في ان انت المستثمر بيلاقي ارضية يعني مكان خص بالانشاء مشروعه وما الوفيد وتستفيد ان انت بتعمل مشروع معين بيلاقي اقبال بينجح المستثمر بينجح مش بيطلع مره البلد بيناميها وبيكبرها وولادنا بتستفيد ايه غالبا يعني مفيش مستثمر لما يكون عنده الارادة وعنده العزيمة جينش مشروع وبالذات المشاريع اللي هي بتكون تجربة اول مرة فدايما انا هكلف مليون جنيه وبيتفاجئ بقى ان مشروعه نجح وبيتفاجئ بقى ان مشروعه نجح وبيتفاجئ بقى ان عمل كبير جدا لان الناس مستنية مستنية الامكانية تتوقفهم هم هيروح انا لازم اودي ابني حمام سفها اقولك على مفاجئة كبيرة جدا السنة دي عملت فريق من كبار السن من كبار السن باهم يتمرون عايزين يتعلموا السباحة اللي بيروح مصيف مع اولاده ما بيعرفش ينزل مية او بيبقى خايف على اولاده ففي مجموعة قررت ان يتعلم السباحة بعد مرور شهر ونص من التبيج اصبح بسم الله ان شاء الله عليهم المخ مش بيكون وقف لا 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 مفيش حاجة اسميها المخ فعلا في ناس كتيرة بتنجح بعد الخمسين وبعد الستين بيبتنجح اي مجال طول ما انت عندك هدف بتسعى الوصوله هتحققه مفيش لا مفيش مستنية يعني العيال انت شغلت في الدروس بتصوخ لان انت الكبار انا مش هنام نازم اشتغل طبعا طبعا ايه بقى رجالة ولا ستاتات لا لسا مدخلناش احدا ستاتات ليهم مدربة اه ليهم مدربة بنت بتشتغل معهم فطوت اه طبعا انا بدينا ندي كرسط للانقاذ نفسه اني ننشئ جيل يعرف ينقذ وياخد الرخصة من الاتحاد ويطلع يشتغل في مجال الانقاذ فلا المجالات اختلفت تماما طبعا اوامل السيفتي ايه بقى هنا اوامل السيفتي ايه بقى هنا موضوع السيفتي هنا اولا مش بنسمح لاطفال معينة في صغر السنين ينزل لواحدهم لازم يكون معهم مرافق ثانيا انا عندي اتنين منقذين موجودين على الحمام اربعة وعشرين ساعة شغل انه مش شاغل ان ياخد باله من العيال اللي موجودة فدايما انا عندي كل الادوات الانقاذ موجودة حوالين الحمام اه باهتم جدا موضوع السيفتي ده ممنوع نزول الحمام بتاتا اه مدام مفيش منقذ او مفيش الادوات المتوفرة معهم او انه ضعفة تطهير الحمام انا مهتمين جدا وعندنا مسئول مش سهل عشان ببقاش في انتقال للعدوى بعض الامرات بياخد الاياس بتاعه كلور وبياتش وكل الاياسات بتاعته بياخدها دايما في يوميا الصبح وبالليل لازم ياخد الاياسات بتاعه عشان يعرف المية بتاعته مزبوطة كل المواد ملتزمة فيها ولو حصل عندنا اي حد من اي تلميل او اي لاعب مثلا عنده تعب بنوقفه عن التمرين لحد ما يتعالج تماما انه مهتمين جدا بجانب السفتي ده حفاظا على كل الاولياء الامور وعلى السباحين وعلى كل الناس يعني يمكن كابتن بنقول اهو مش محرومين من حاجة كل حاجة عندكم سيدات فتيات اولاد كل حاجة متوقع في يوم مخصص هنا للسيدات فقط بيبقى فول بيبان والمدربة بنت والادارية بنت بيبقى فتسبت اي يوم انت ؟ انت تلاقيها انت تلاقيها انت تلاقيها فتاخذ رحيتها فيه اه طبعا نشكر كابتن ايمن ودايما يا رب افتقدم ومزيد ويتخرج ويطلع على اديك ابطال عشان لما يبقى طالعوا نقول ان ده من الصعيد عندنا من لقصر يعني ارض الحضارة ده بيبقى بيرجع مش انت بتبقى مش شايف لكن بيرجع بالفخر لين احنا والله شكرا لكل الجهة الاعلامية وشكرا لحضراتكم ان اعتحت الفرصة للناس لين تظهر في النور وان يكون عندنا ابطال تظهر في النور وتعرف ان هما صوتهم مسموع وكل الشكر لاي حد بيوصل صوتهم عشان يعرف ان مجهودهم مش بيضيع كده واحنا معاك كمان لو عندك اي ابطال من البنات او الولاد شايف ان هما اليوم مستقبل او فيما بعد حققوا جواز معينة في مسابقات معينة احنا اول شيء بندعم ويمكن اغلب ضيوفنا بيكون من الشباب الصغير اللي لسه طالع في اي مجال في الرياضة في الكتابة في الفن دائما بندعم عشان هما دور للسحاء قدام شكرا لحضرتكم جدا نورتونا والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى